بالتالي مش الجيني قال إيش؟ قال مجموعة على فكرة لمن لا يعلم مجموعة البلاك بلوك هذون مجموعة مقنعين ونزلين فوضى في الشوارع المصرية لا والله لو أنا مسؤول ما أترك منهم عنصر أعتقلهم جميعا وأحقق معهم وأعرف من يقف خلفهم والذي يقف خلفهم إن كان في داخل مصر أعتقله مباشرة وأحاكمه وإن كان في الخارج أفضحه وأحاكمه محاكمة غيابية وإذا كانت الإمارات متورطة أعلنها على الملع بأن الإمارات لها يد في تفجير الوضع في داخل مصر لأنه ضحي خلفهم طول النهار لسان وطالعها القد على جل إخوان كأنهم أكلوا له الضرع والحرث والنسل كما يقال يا أخي أنت إشبع في معاداتك للإخوان ولكن التآمر على أمن وداخل مصر هذا خط أحمر لا يقبل به لا التونسي ولا الإماراتي أيضا ولا السعودي ولا السوري ولا الجزائري ولا المغرب ولا أي كائنا من كان مصر هذه هي أم الدنيا نعم وستبقى وهي أم العرب وهي الثورة التي نقف ونعلق عليها أماننا لتقودنا إلى الأمان يجي بعض يحاول يفسدها لمصالح إسرائيلية ولا أدري مين لا والله معاشة الآيات اللي تعبث